جاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الخارجي جبران باسيل أن الآونة الأخيرة شهدت هجوما مركزا عليه من خلال ما وصفه بأنها حملة تشويه مبرمجة لضرب ما أسماه الصورة الوطنية لباسيل ولطياره والاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة مصادر متابعة ردت بالقول كان من المستحسن للمكتب الاعلامي لباسيل أن يكتفي بالفقرة الأولى من بيانه التوضيحي وينفي التقارير الأعلامية التي نسبت إليه كلاما يتعلق بالعمل على إقالة اللواء عماد عثمان وتشويه صورته لدى الطائفة السنية غير أن الفقرة الأخيرة من البيان تضمنت استنتاجات غير بريئة وغير مستحبة عن السعي لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة وهي استنتاجات يمكن ردها بسهولة إلى أصحابها سيما وأن معظم القيادات السياسية والحزبية وبينهم الوزير باسيل تبذل الغالي والنفيس لاستعادة شعبية فقدت أو لشد عصب مذهبي أو طائفي تستدعيه مقتضيات التنافس على المواقع والأدوار أو متطلبات لاستحقاقات الانتخابية والرئاسية أضافت المصادر المتابعة حبذ لو أن في مقدور الوزير باسيل أن يقتنع أن التذمر من أدائه لا يقتصر على الانتقادات التي سمعها في بلدة تلذنوب ولا تجاه رداد فعله وإجاباته التي ما زالت تتردد على السنة المشاركين في الاجتماع بل هو تذمر ينتشر على طول المكونات السياسية وعرضها وقد بات يتطلب قراءة متأنية من جانب الوزير باسيل الذي يتردد صد كلامه في تلذنوب وكل البيوت البقاعية وقالت المصادر كنا نتمنى لو أن وزير الخارجية استخدم هامشا من ثقافته الدبلوماسية في تبرير ما نصب إليه وسيما وأن المجالس لم تكن بالأمانات إنما بالصراحة التي تقتضيها جلسة المصارحة التي شاركت فيها مجموعة فعاليات ومثقفين نعتقد أنهم يمتلكون قدرا كبيرا من المصداقية وختمت المصادر المتابعة الجديد الذي نصب إلى الوزير باسيل أشد مضادة على النفوس من التقارير الأولى ويبدو أن موقع التلذنوب كانت مليئة بالذنوب